دعونا نعرف إسرته أو كم تزوج من الزوجات وكم عنده من الأولاد ومن هو والده ووالدته أما والده فهو الخطاب بن نفيل كان جد عمر رضي الله عنه عبد العزة ممن تتحاكم إليه قريش وأما والدته فهي حنتمه بنت هاشم بنت المغيرة وقيل بنت هاشم أخت أبي جهل والذي عليه أكثر مؤرخين على أنها ابنة عم أبي جهل ابن هشام زوجاته وأبنائه تزوج سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من سبع زوجات في الجاهلية وفيما بعدها مجمل زوجاته سبعة لكن كيف؟ هناك من توفيت وهناك من طلقت تزوج بداية زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه وتزوج مليك بنت جرول أو جرول وتزوج قريبا بنت أبي أمية المخزومي وتزوج أم حكيم بنت الحارث ابن هشام بعد زوجها عكرمة بن أبي جهل حينما قتل في الشام وتزوج جميلة بنت عاصم بنت ثابت ابن أبي الأقلح من الأوس وتزوج أم كلثوم بنت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فولدت له زيدا ورقيا فمجمل جملة أولاده رضي الله عنه وأرضاه كان له ثلاثة عشر ولدا سبع زوجات كما تحدثنا منهم من توفيت فتزوج بعدها ومنهم من طلقت أولاده الثلاثة عشر هم زيد الأكبر وزيد الأصغر وعاصم وعبد الله وعبد الرحمن الأكبر وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأصغر وعبيد الله وعياد وأما البنات فكان له حفصة رضي الله عنها وأرضاه ورقيا وزينب وفاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا إذن هذه كانت أسرته فيما قبل الإسلام وما بعد الإسلام رضي الله عنه لكن قد يتساءل البعض عن سبب زواجه الكثير سبعة نساء على اختلاف وفاتهن أو طلاقهن لكن بالمقبل ثلاثة عشر ولدا كان رضي الله عنه وأرضاه يتزوج للإنجاب يحب أن ينجب أولادا كثيرا ويكثر ذوريته فقد قال هو بنفسه رضي الله عنه وأرضاه ما آت النساء للشهوة ولولا الولد ما باليت ألا أرى امرأة بعيني وقال في حديث آخر إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبحه وتذكره هذا كان التعريف العام به وبأسرته وبأولاده ترجمة نانسي قنقر